سمه إن شئت هلعا أو خوفا أو فزعا أو كما تريد هي حالة يحياها كل من عايش القصف سواء نالت منه القذيفة أم لم تنله هذه كانت مفردات شاب سوريا توقع موته قبل يومين كل راكض من هؤلاء عاش الموت لكنه لم يذقه وهم الذين يدركون بعد سماع صوت الانفجار بأنهم قد وهبوا حياة جديدة بينما زال مجلس الأمن معطلا وما زال الرأي الروسي يقول أي طلب وقف نار مؤقت وطلب يخالف الواقع الأمم المتحدة إذا أرادت فعلا أن تفعل شيء من أجل السوريين عليها أن تعمل خارج هذا المجلس لأنه مشلول وغير قادر على فعل أي شيء بوجود الروس الضامنين والمدافعين عن النظام المجرم غوطة دمشق لم تمطر بمساعدات انتظرها المحاصرون بل أمطرت بقذائف عجلت من رحيل 75 منهم في زملكة وعربين وحزة ودومة وفيما يفتح الأسد ممر عبور لداعش تجاهر في إدلب ليكرر مسلسل تبرير قصفه الممجوج هناك دمرت الغارات الأسدية والروسية مراكز صحية عدة في مشمشان ناهيك عن قتل العديد من المدنيين بقصف طلخا شخون لم تستطع لا جينيف ولا أستانا أن تزيل الحصار عن الغوطة الشرقية اليوم ألاف الأطفال أو مئات الأطفال التي تقول الأمم المتحدة يجب إخراجهم فورا ومعالجتهم لم تقدم لا هناك العديد من المناطق أيضا وأيضا تعاني من الحصار ومن نقص المساعدات الإنسانية ولا شيء تحقق هناك أيضا بعض المشافئ التي قامت بمبادرات مدنية أو مؤسسات معينة قامت روسيا وهي تعقد أستانا وغيره قامت بقصفها جميعا القصف الذي نفذه التحالف بدير الزور على قوات الأسد استمرت ارتداداته ففيما وصفه الروس بالعدوان غير المسبوق أكدت واشنطن أنه دفاع عن النفس وأن البنتاجون وعبر جينيف هو من سيسوي الملف السوري وبينما يستمر التباحث التركي الإيراني حول قمة إسطنبولية قريبة تمكن الجيشان التركي والحر من تحرير مناطق عدة بجد ريس بجنوب عفرين الموت الموزع من قبل طائرات الأسد والروس على المدنيين في غوطة دمشق وإدلب لا يفرق بين كبير أو صغير فيما يبقى مجلس الأمن معطلا بسبة الفيتو الروسية لقناة الإخبارية علي تباب إسطنبول